هل تريد تحويل أفكارك إلى فيديوهات مدهلة دون الحاجة إلى خبرة في التصميم أو الإنتاج؟ هل تريد إنشاء قناة يوتيوب خاصة بك مع محتوى فريد ومبتكر دون الحاجة للظهر أمام الكاميرا وبأقل المجهود؟ أنا هنا لأقدم لك موقع يعتبر كنز باستخدام تقنيات الدكاء الاصطناعي يمكنك تحويل أفكارك إلى فيديوهات خرافية بسهولة وسرعة سواء عن طريق نص أو عن طريق رابط لما قلت تحوله لفيديو احترافي فمثلا هذه القناة كل محتوى بالدكاء الاصطناعي وتدر على ملكها أرباح محترمة جدا بدون مجهود أنت أيضا يمكنك أن تكون صانع محتوى فماذا تنتظر؟ ابقى معي بعد هذا الفصل القاصر لنتعرف على أقوى موقع مولد فيديوهات بالدكاء الاصطناعي أهلا وسهلا بكم من جديد الموقع الذي نتحدث عنه هو بيكتوري آي اي المنافسة الأقوى لموقع انفيديو أو لنقول تفوق عليه لأن الموقع هذا مدعوم بتقنية الدكاء الاصطناعي حيث من خلاله يمكنك صناعة المحتوى سواء من تحويل نص إلى فيديو أو أخذ رابط لمقال وتحويله لفيديو وعدة مميزات أخرى وأدوات بالدكاء الاصطناعي التي ستحول أفكارك إلى فيديوهات احترافية بدون مجهود أولا نشرح طريقة التشجيل ستجد رابط الموقع بالوصف في التعليق المثبت ومن ثم تسجل عن طريقة جيميلة الخاص بك كم أحب الشركات التي تحترم نفسها ومستخدمها حيث الموقع يعطيك تجربة مجانية لمدة 14 يوما وهذا يدل لثقة الشركة في منتوجها عكس الموقع أو التطبيقات الأخرى المدفوعة التي لا تعطيك حتى يوم فترة مجانية لتتعرف على قدرات منتوجها وهنا في الأسفل سنجد أقوى 6 مميزات موجودة في موقع بيكتوري آي اي كميزة تشجيل فيديو من خلاله يمكنك التعديل والتحرير وإضافة الكابشن أو مثلا تحويل ملفات باوربوانت إلى فيديو كذلك ميزة تحويل الصور إلى فيديو بدمجها مع بعض أو إضافة الترجمة أو الكابشن للفيديو أو تحويل رابط مقال إلى فيديو كذلك ميزة كتابة نص وتحويله إلى فيديو احترافي نتوجه مثلا لميزة تحويل نص إلى فيديو ونتقوم بإضافة النص مثلا هذا النص يتكلم حول موضوع ما هو الكابشا في الآن لا تقوم بإعطاء اسم للفيديو مثلا هذا الاسم ثم تتوجه لخيار سين سيتينز في هذا الخيار أن تحر تترك الإعدادات كما هي أو تلغيها أنا سأتركها كما هي وأنقر على خيار برو سايد ثم ننتظر لتما ينشئ لي الفيديو بهذا النص لن يكلف أقل من 30 ثانية كما تلاحظ سيوجه هنا مباشرة إلى هذه الواجهة من خلالها سنجد الفيديو جاهز وتم تقسيمه إلى خمس مشاهد من هنا يمكنك التعديل على النص في حالة ما تريد تغيير كلمة أو إزالتها أو إضافة كلمة ومن هنا ستجد الخمس مشاهد بالفيديو هنا أهلا تختار شكل الفيديو لانسكاب لليوتيوب مثلا أو بورتري لفيديوهات شورت أو تيك توك أو فيديو مربع أنت تختار حسب أين تريد نشر الفيديو سأتركه على لانسكاب ومن هذا الخيار برو فيو فيديو يمكنك معينته كما تلاحظون الفيديو بجودة عالية وبالكابشن لكن بدون صوت نرجى للوراء يمكنك تغيير المشاهد فمثلا هذا المشهد لم يعجبك تنقر عليه وتذهب لخيار فيجيوليز هذا ستجد مكتبة ضخمة من الصور والفيديوهات الجاهزة اقترحها عليك الموقع حسب موضوع الفيديو تبحث عن مشهد معبر أكتر عن الموجود في المشهد الرابع فمثلا هذا المشهد تنقر عليه وسيندرج مكان المشهد القديم وهنا يمكنك تغيير خلفية الفيديو إذا أردت دعونا الآن نتوجه للصوت من نقرأ لأوديو من خلاله ستجد فويس أوفر متنوية سواء صوت رجل أو امرأة أو طفل أو فتاة وبجميع اللغات أنت تختار لغة الفيديو طبعا كذلك من هذا الخيار يمكنك اختيار موسيقك خلفية ستجد مكتبة ضخمة من الموسيقى خاصة بالمونتاج كما تلاحظون بشدة الأصناف والأشكال ومن هذا الخيار يمكنك التحكم في مستوى صوت موسيقى الخلفية ومستوى صوت الفويس أوفر كذلك ستجد في هذا الخيار يمكنك إضافة فويس أوفر خاص بك إذا أردت فمثلا سأختار هذا الصوت أنقر على generate and apply وسينضاف الفويس أوفر للفيديو الخاص بي والآن يمكنك معينة المشهد بالصوت كما تلاحظون أصدقائنا قم بالنقر على play يتكون اختبار كابتشا من جزئين يتميزان بالبساطة وهما تسلسل أحرف أو أرقام يتم إنشاؤها عشوائيا كما سمعتم تم إضافة الفويس أوفر أكثر احترافي وهنا يمكنك صديقي في النقر على style سوف تجد مجموعة من الخطوط لتغيير الكابتشن فمثلا هذا الخط وسوف تجد مجموعة من الخطوط بالألوان وكذلك صيلات متنوعة يمكنك اختيار اللون وكذلك الخط الذي تريد وهنا في خيار elements سوف نجد مجموعة من الملساقات وكذلك إشارات يمكنك صديقي أن تقوم بإضافتها إلى الفيديو الخاص بك لتعزيزه كما تلاحظون كذلك سوف نجد الصور المتحركة وكذلك الاموجي بشتى أنواعه وأشكاله الآن بعدما انتهينا من منتجة الفيديو نختار شكل الفيديو أنا سأقوم باختيار portrait حيث أريد رفعه short وفي تيك توك والريلز ثم أنقر على خيار preview video لمعينتي قبل تحميله بعدما تأكدتم من جولتي أقوم بتحميله من خلال خيار download وهذه هي النتيجة ما المقصود باختبار captcha؟ يعد اختبار captcha اختبار تورينغ العام المؤتمت بالكامل للتمييز بين الكمبيوتر والإنسان نوعا من الإجراءات الأمنية والمعروف باستجابة تحدي المصادقة يساعد اختبار captcha في حمايتك من المحتوى غير المرغوب فيه وفك تشفير كلمات المرور من خلال مطالبتك بإكمال اختبار يثبت أنك إنسان ولست كمبيوتر عند محاولة اختراق حساب محمي بكلمة مرور يتكون اختبار captcha من جزئين يتميزان بالبساطة وهما تسلسل أحرف أو أرقام يتم إنشاؤها عشوائيا وتظهر في شكل صورة مشوهة ومربع نصي والاجتياز لاختبار وإثبات هويتك البشرية لن يلزمك سوى كتابة الأحرف التي تظهر لك في الصورة داخل المربع النصي الآن دعونا نتوجه لميزة تحويل الرابط لفيديو فعلى سبيل المثال ننتوجه لموقعنا ونأخذ رابط المقال منه فمثلا هذا الموضوع معرفة حسابات مواقع التواصل لأي شخص عن طريق صورته هذا هو المقال كما تلاحظون أصدقائي نقوم بنسخ رابطه ونضعه في خيال Air to Video ثم نضغط على Generate Video انظروا للسحر الموقع أصدقائي كنز دحفة شاهد كيف سوف يقوم بتحويل رابط لمقال إلى فيديو أكثر احترافي وفي تواني فقط كما تلاحظون تم تقسيم المقال إلى عشر أجزاء ويمكنك معاينة المقال من هنا على اليسار ثم تنقر على Next أو التالي وتنتظر بعد التواني سيحولك إلى وجهة التحكم في تنسيق معاينة الفيديو قبل إصداره كما شرحت لكم في ميزة تحويل النص إلى فيديو يمكنك تطبيق نفس الأمر معاينة المشاهد أو أي مشهد لم يعجبك يمكنك تغييره من مكتبة الموقع وأيضا تضيف Voice Over وتتحكم في خلفية الموسيقى أو حذفها وترك فقط Voice Over مثلا مع إضافة الملساقات إذا تطلب الأمر وكذلك تغيير خط لون الـ Caption يمكنك إضافة أيضا مشهد موجود مثلا في حاسوبك تقوم صديقي بالنقر على هذا الخيار بعد ذلك تقوم بالنقر على Drag ثم تقوم باختيار الفيديو الموجود في حاسوبك ثم تضغط على Open أو فتح تضغط على Save أو حفظ بعد ذلك سوف ينضاف إلى الداشبورد الخاص بك ثم تقوم صديقي بالنقر على الفيديو وسوف ينضاف إلى المشهد الذي تريد تغييره يعني هذا يرجع إليك الداشبورد أمامك وكل ما ستحتاجه متوفق يا صديقي نحن نتكلم عن مكتب بممينيين الإضافات من مشاهد صور Voice Over موسيقى للخلفية وهلو ما جرى بعدما تنتهي من تحرير الفيديو على دوقك تنقر على تحميل لحفظه على حاسوبك أو على هاتفك وكما تلاحظون هذه هي النتيجة تحويل رابط مقال فيديو عالي الجودة هل ترغب في معرفة حسابات مواقع التواصل لشخص ما باستخدام صورته فقط؟ هذه الطريقة مذهلة عبر الإنترنت اليوم أصبح بإمكان الجميع العثور على أشخاص يعرفونهم بسهولة تامة ودون عناء عندما تمتلك صورة لشخص يمكنك الآن التواصل معه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي موقع FaceCheck ID هو الحل الأمثل للبحث عن الأشخاص باستخدام الصور إنه بسيط وفعال جدا كل ما عليك فعله هو رفع الصورة وسيقوم الموقع بتحليلها وعرض النتائج فورا واجهة الموقع سهلة الاستخدام تتيح لك البحث عن الأشخاص دون الحاجة لإنشاء حساب إذا رغبت يمكنك التسجيل لحفظ سجلات بحثك في الموقع والرجوع إليها لاحقا بسهولة لم يعود العثور على شخص تريده أمرا معقدا في العالم الرقمي فتطلعاتك أقرب مما تتخيل ومع كل نقرة تظهر لك الحسابات المتشابهة مما يجعل التواصل أسهل من أي وقت مضى استعد لخوض تجربة جديدة ومثيرة واجعل من الصور وسيلة للعثور على من تبحث عنه فكما شاهدت مصدقائي فيديو في منتهى الروعة والجودة لا تقلق يا عزيزي بشأن العلامة المائية في الفيديو فيمكنك إلغاءها قبل تحميل الفيديو من الموقع كما قلت لك الموقع يعطيك 14 يوما تجربة مجانية وعند الاقتناع بجودة الخدمات يمكنك الاشتراك في الموقع لديه أربع باقات الباقة الأولى 19 دولار بها 200 فيديو أما الباقة الثانية 39 دولار للشهر بها 600 فيديو أما الباقة الثالثة 99 دولار تتوفر على 1800 فيديو لثالثة أعضاء بخصوص الباقة الرابعة خاصة بالشركات يمكنك التواصل بهم للتفاوض معهم على السير وستكون امتيازات كبرى لإصحاب الشركات وكل باقة بامتيازاتها ومكتبتها الرقمية والموسيقية وحتى عدد الفيديوهات وبهذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو الذي استعرضنا في هذا الموقع الرائع Victory IA الذي يفتح لك مجال للدخول إلى صناعة المحتوى بدون خبرة ولا أدوات ومعدات تصوير فماذا تنتظر؟ امتطي قطار العصر ولا تكون مسهلك فقط رابط الموقع بالوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته